السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مبرمج احمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا كورس تعلم برمجة تطبيقات الاي بي اي بي باستخدام اس بي دوت نت كور والنهاردة تعالوا نجرب بقى الاي بي ايز اللي عملناها في الحلقات اللي فاتت كلها بس مش عن طريق سواجر زي ما كنا بنعمل لأ هنتستهى عن طريق بوستمان فاخليكم معنا. اول حاجة انا عاوز اكتب اي بي اي فلازم تعرف ان اي بي اي بتاعك وباره عن اللينك بتاعك زائد الراود ده ماشي? وبيتحط له بعد كده التيب بتاعه سواء جيت او بوست او ماشي? فتعالوا نشوف اه اسم اي بي اي ده بناخده ازاي عشان مسلا انا رفعت دلوقتي اه التطبيق بتاعي على سيرفر ومحتاج من الشخص اللي شغال او التيم اللي شغال في هم يتستوا اي بي اي تاكدوا انه شغال قبل ما يبدأوا يشتغلوا عليه فالمفروض ان هما هيستخدموا بوست مان ماشي? تعالوا نرن كده التطبيق بشكل عادي الاول على سواجر ماشي? ودي هي اللي عملناها تعالوا نبص كده ها وديجي هده كده نعمل تراي اوت الاول واحد بس اللي هو اي بي اي جيت وندوس هنا اكسيكيوت تمام كده هو طلع قدامنا الويب ميسو ده هو ادي ده هو اي بي اي ده الهوست بتاعي ماشي? وده او زي ما هو شايف انا هاسم لكم الشاشة نطسين كده وده اسم اللي هو الباص بتاع ممكن حط قبله كمان ممكن احط قبله اي اسم تاني بس ده المهم ده الراوت لازم التازم بي ماشي? وبعد كده اسم الكونترولر اللي هو ايه? اللي هو الكاتيجوريز اللي هو ده ماشي? زي ما انتم شايفين في طب تعالوا ناخد ده كده ونروح ونعمل ماشي ونبدأ نحط بتاعنا هنا وندوس ما طلعش حاجة ليه قالك ليه قالك هو مش عارف دي طبعا موضوع والسرتيفكت بتشتغل ازاي والحاجات دي انا شرحتها في فيديو منفاصل هو اللي ظهر على الشاشة دلوقتي فاللي عاوز يفهم يعني اس اس ال سرتيفكت ويه بتبقى موجودة ازاي ويه بالتست ازاي ويه هو بيفيريفاي اس اس ال ازاي ماشي فلازم يشوف الفيديو ده اما هشوف الفيديو ده هيفهم يعني اس اس ال ويعرف بيه البوست مان رفض ان هو يخش على بتاعي لان انا اساسا مش عندي سيكيروتي باطل مش منزل اي اس اس ال عندي على الجهاز فبالطبيعي ان هو مش معترف بيها لانها مش اس اس ال اساسا وحيتعم منها ماشي طيب انا عاوز اتست السيستم عندي انا على البوست مان على من الشغل بتاع انا عاملها ازاي من غير من غير اس اس ال والله يعني انت بمكن تشتري اس اس ال بس طبعا ده مش حل عملي يعني في طريقة هنا من الاوبشن بتخش تخلي اس اس ال سرتافكت فريفيكيشن بتخليها ايه اه دي سيبلد مش هي هي ايه انت بتخليها ايه دي سيبلد او بمنطقة البساطة بتدوس هنا على طول هو هيروح يعمل لك الاوبشن ده اوتوماتك اللي هو اس اس ال وعلى طول اول ما دوسنا عليهم هيقول لك ويحيجيب لك الديتا من الديتا بيس دايركت وي مرة واحدة. كمام كده? يبقى احنا كده تستتنا اول اي بي اي ولكنها شغال تمام من البوست مان وزي شايفين هنا عاملك علامة ان هو ايه ايه انابل تو فريفاي زا فريست سرتيفكت هو مش عارف بتاعك. بس في النهاية انت قلت له مش مشكلة عديها لان احنا خلي بالك شغالين ماشي? وانت بتقول بقى عديها وخلاص يعني انا فمش مشكلة يعني لما بقى يترفع على يبقى لها ايه على هنا. اوكي? عندي هنا اه متين ده تمام اوكي حصل تمام وبيحط لك برضو بتاعيه. لو جينا هنا الهيدرز هتلاقي بقى حاطت شوية هيدر كده هوت بس يعني مش هنتكلم فيها دلوقتي بس هو بمنطقة البساطة كده الكونتن تايم والديت ان تايم والسيرفر بتاعك اللي هو الكسترال اللي هو السيرفر الرئيسي بتاعك ماشي والترانسفير انكودينج وبس كده يعني مش حاجات كتير. تعالي بقى نتست الابي اي التاني من اه هنا برضو. خلاص كده احنا تستيتنا الجيت. تعالي نشوف بقى البوست. رايت اوت وهنا اكسكيوت. احنا كده عمنا بلو اكسكيوتر. ادي هو الريكوستد يو ار ايل لهو. كابي هو نفسه. بس هنقوم جاين ايه? محددينه هنا ايه? اه نوع بوست. تعال لك كده. نعمل سند اه ارور. ليه بيقول لك زا كاتيجوري فيلد الكاتيجوري ده ريكواير ده حصل ارور داخل التاع. وجاب لك هنا الربعمية اللي هو الرد بتاعه يعني وقالك ده باد ريكويست. كي? طيب انا دلوقتي محتاج ابعط له ايه? البرامتر بتاعي. فالبرامتر كي بتاعي اهو زي ما هو موجود. هو الكاتيجوري. ماشي ممكن اخده من هنا. او ممكن ارجع للكوت تاني. اهو الكاتيجوري ده. كنترول سي. كنترول في. الفاليو اللي انا عايز ابعطها. ماشي? هي مثلا كاتيجوري. ماشي? خلاص كده انا بعدت البرامتر. راح نعمل سند. اهو. اداله اي دي. و اداله ايه? نيو كاتيجوري. ماشي? ولو حبيت ارجع للجيت تاني. عشان هتأكد ان هو جاب ان هو سجلهم. هتلاقيه برضو درينكس و ايه نيو كاتيجوري. ماشي? طبعا هو اداله هنا الف واثنين دي بج كده في اس كيو اللي سيرفر. على فكرة انا شرحتها في كورس اس كيو اللي سيرفر وازاي تتخلص منها بحيث ان هو ايه? ليه لما بيوقف بدل ما بيعيد اكواب بتاعته من واحد اتنين وتناتة اطلاقيه بقدر ارقام غريبة. بس ده ليها حل في داخل الجدول. وده مش موضوعنا يعني عشان محدش يتخض. احنا كنا حلينا الموضوع ده في كورس اس كيو اللي سيرفر. ماشي? ما علينا? ده تمام كده هو تشغال معايا وانا عملت له insert. ده كده الابي اي التاني. هنروح بقى الابي اي التالت اللي هو البوت. ماشي? وهنا. انا بقى ما ببعدش الداتا. زي ما تعال نعمل. ما ببعدش الداتا في البرامتر عادي. لا انا ببعدها انا بفيش نو برامتر. انا مفيش برامتر يعني مفروض ان انا اي كده امسح البرامتر ده. نعمل بوت اهو. ونمسح البرامتر ده. قمال ازاي في البادي. تخش البادي كده. بقى انه تختاره. عشان تبدأ تكتب الداتا بتاعتك. ماشي? واتدخله هنا الكويري بتاعك. ماشي? اللي هو ايه? الاي دي. واليوزر نيم بتوعك. اللي هو الاي دي والنيم قصدي بتوعك. بتوع الايتم. عشان ايه? يحدس الكاتيجوري ده. ماشي? فخلينا نعمل كده. هنفتح قصين عاديين زي دولة. وبعدين نفتح القصين اللي هم بتوع الجيسون. ماشي? ونبدأ ندخل بقى هنا ايه? اهو. هنا. اي دي. الاي دي رقم كام واحد صفر صفر اتنين. ماشي? ونعمل كومة. وننزل طاح. اهو. وندخل هنا. النام. ونقول له النام هنا بقى ايه? اه مسلا اه ما اي حاجة مسلا. هوم. هوم ستار. اوكي? يبقى انا كده بعتله الداتا في البودي. ماشي زي ما هو عاوز. هنعمل سند. هيقول لك ايه? انصب بورتن ميديا طيب. ليه? يبدو كده ان انا نسيت اغير حاجة. هو انا هنا ده سببه ان انا يعني لو روحت الهدر كده هتلاقيه بيقول لك الكونتنط طيب تيكست بلان وده اه غلط. ماشي? المفروض ان انا بعت له جيسون. فالمفروض ان انا في البودي هنا اقول له لا مش تيكست ده ايه? جيسون. ماشي? ولو اعملت كده سند هيقول لك اه زا كاتيجوري. اه كده اه سوريا انا اسف جدا. انا بعتذر جدا. دي اه كده مفروض هي كده. تمام كده. وعمل سند. هو تمام تم التحديث. بقت ايه? هم اسطف. ولو رجعنا تاني لصفحة الجات. هتلاقيه ايه غيرها ليه هم اسطف. معلش جدا. انا استخدمت القصيم بتوع الري. وده غلط طبعا هو مفروض ان انا بعت مش الري. فاطلقبط انا بعت انزر. ماشي? ده دلوقتي انا بعت اه ال اي دي والنيم. ماشي? لو طلع لك الارور فانت بتغير دي من اه تيكست لي ايه جيسون. تمام كده? فضلنا بقى الديليت. ولو جينا هنا كده. اهو. ودخلنا في الديليت هنا. ماشي? وعندك هنا ده ساكسس متين. اوكي? مفروض انك تبعت له برامتر بي الاي دي. ماشي? تعالوا نبعته كده في عن طريق الهيدر خالص هنا. ماشي? انا عاوز دليت اللي هو واحد سفر سفر اتنين. ماشي? ونغير ده بقى ايه ليه دليت? ماشي? ويه سند. تمام? اوكي? ربعمائة واربعة نوت فاوند. وكده حصل له دليت. وبعد كده نروح البرامتر. نقول له هنا الاي دي بتاعنا. نقول له مثلا هو المتين وتلاتة. ونعمل هنا. سند. هو منتظر الاي دي. هنروح بقى على الديليت. ماشي? ونيجي هنا. نقول له هنا الاي دي بتاعك. بي الف وي اتنين. ماشي? وندوس سند. مثل النوت النوت اللاود. اه صحيح. المفروض نبعته هنا. سند. هنا مديني اه ربعمائة واربعة نوت فاوند. في مشكلة في الاي بي اي دوت. نوت فاوند ليه? تعالوا كده الرجل الاي بي اي. اه اه يعني خطأ اه مش عارف الاخطاء الزي ديت انا بقعد ارتكبها لسه دي. معلنا تعالوا الستارت الاي بي اي. لان هو كده هو مش لقيه هو كده مش شايفه روت. هو كده شايفه حاجة حاجة قيمة لازم تتحط اسمها اي دي. ماشي? انا بقوله انا عايز الاي دي. انا لما قد تحط الاول اي دي بس كان بيروح يدور على كلمة اي دي في الروت ماب فطبعا بيلاقيهاش. طبعا هنا هو بيحسن لك الموضوع ده اساسا. سويجر انا معرفش سويجر عداها ازاي? بس انا ماخدتش بالي يعني انا كتمنا الاي دي هنا وخلاص. ماشي بس تشوف اه بوسط ما نكشف لك ايه المشكلة. دي طبعا كده بعد ما تعدلت لو دوست سند اهو خلاص ده تم ايه حسفه. ولو رجعت تاني. ليه اه جيت. وشفت طبعا جيت هنلغي الكود اللي هنا. اهو جيت اصبح ايه الدياتا من غير الايتم اللي انا حزفته ده. انا طبعا ده خطأ اه غير مقصود. ماشي? وانا ماخدتش بالي منه هنا للكده كده تدخلت البرامتر هنا. لانا وجد هنا تراي اوت. هيقولك دخل البرامتر هنا فانا ماخدتش بالي لده مش محطوط بين قصين. لو مش محطوط بين قصين هو شايف ان الروت الكلمة الاي دي. فانت ناسي بتكتب له كلمة اي دي. ماشي? وبعد كده دخله دوات ايه? في البرامتر. ماشي? طبعا هو مش هيلاقي الحتة ديت فهيدراب لك ايه ايرو. ماشي? لان ده زي ما يسموه ساب روت كده انا عملت روت جوة روت. ماشي? فده طبعا كان غلط. انا بقوله الاي دي ده هيبقى برامتر. ماشي? بس هيجي لك في الهيدر هنا. ماشي? زي ما احنا عملنا كده هنا. ودخلنا واحد سفر سفر اتنين. اهو لما دوسنا سين طبعا هو مسعه. المرادي هيقول لي ايه? اه طبعا دي مش جيت. انا عندي انا عايز هنا دليت. هو ملاقش المسو ديت. سند. اهو تحيقول لك كاتيجوري اي دي ده نوت اجزاز. يعني كاتيجوري ده مش ايه موجود. اه بس طبعا لو انا دخلت الراقب موجود حيمسحه فعلا. ماشي بس هي دي مش المشكلة. المشكلة ان انا كنت حاطت مش حاطت القسيم دولت. ماشي? فبالتالي هو كان شايفه روت عادي. مش برامتر. مش برامتر المفروض ان انا حابعته مع الاي بي بي هدر زي كده هو. ماشي? فطبعا لما شاف الموضوع ده اطلقبط. انا دست طبعا اه بييني ان في مشكلة تنمية في الاي بي اي. فانا دخلت طبعا وعدلت الاي بي اي بناء على المشكلة اللي ظهرتلي. فبست امان طبعا ممكن يبين لك اي مشكلة. وثبت قدامنا هو بالتجربة العملية ان هو يعني افضل من انا بسواجر ما خدتش بالي دخلت الاي دي وخلاص. ودست انتر واداني ان هو دلت الايتم فخلاص لكن طبعا ده مكانش ايه صحيح. اه بس كده مش عاوز اطول عليكم. اه جرمنا البوست من الحلقة ديته. وان شاء الله الحلقات الجاية هنبدأ نعتمد بشكل اكبر على بوست من. فارقة اللي عنده استفسار من اي نوع يسيبه في تحت الفيديو. هتمنى ان الناس تدعمنا بعمل لايك وشيره في النهاية بتمنى لجميع التوفيق كان معكم مبرمج احمد محمدي والى النقاء في حلقة القادمة وضمتم في رعاية الله وحفظ.